الحرارة مصالح الأرصاد الجوية كانت قد حذرت من هذه الحرارة المرتفعة نتسأل كيف ستكون الوضعية الجوية بداية من يوم غد بالفعل أحلام يعني لنسجل الآن موجة حر تخص أغلب المناطق الشمالية بدرجة حرارة قياسية تتعدى 40 درجة تحت الظل الآن عبر العديد من ولايات الوطن وخاصة الغربية كغليزان شلف سيدي بالعباس عين الدفلة وكذلك كان قد أصدر الدوان الوطني للأرصاد الجوية نشرية خاصة تحذر من دائما تسجيل درجة حرارة جد مرتفعة تتارى 42 إلى 46 درجة تحت الظل طيلة نهار اليوم الأحد على الأقل وهذا فيما يخص كل من ولاية تلمسان سيدي بالعباس عين تموشنت وهران معسكر غليزان مستغانم شلف عين الدفلة تيبازا لمدية البوليدا الجزاء العاصمة لبويرا بومرداس تيزي وزو بيجايا جيجل سيكدا عنابة طارف ميلة قسنطينة وقالمة ولهذا دائما نقول الخروج إلا للضرورة لتجنب ضربات الشمس خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وكان قد أصدر ديوان الوطني للأرصاد الجوية أيضا تنبه آخر يخص المناطق الداخلية للوطن بتسجيل تساقط أمطار رعدية تخص كل من ولاية تلمسان سيدي بالعباز سعيدة تيارة تيسم سيلت وعين الدفلة كمية الأمطار المتوقعة تقارب 25 مليمتر محليا ستكون إن شاء الله بداية من الثالثة بعد زوان نهار اليوم وتستمر في التساقط بإذن الله إلى غاية التاسعة ليلا وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي فإن شاء الله خلال يوم الغد الأثنين ستكون الأجواء خانقة تتشكل رعود منعزلة في نفس الوقت تبقى درجات الحرارة جد مرتفعة ورح نسجل إن شاء الله تشكل رعود منعزلة مصحوبة بتساقط أمطار خلال يوم الغد ستخص تقريبا أغلب المناطق الداخل للهضاب العليا منطقة الأبراس وقد تمتد لتخص حتى الولايات الساحلية تحديدا الوسطى والشرقية للوطن خلال يوم الغد ببعض الأمطار المتفرقة ونفس الأجواء أيضا رح نسجلها على الجنوب الغربي وأقصى الجنوب الجزائري أما عن توقعات درجات الحرارة إن شاء الله خلال الأيام القليلة المقبلة فتشير النماذج الرقمية للرصد الجوي فإن شاء الله تبقى الأجواء حارة بامتياز بما يخص أغلب المناطق الشمالية والولايات الجنوبية نفس الكتلة الهوائية الحارة ونفس درجات الحرارة المسجلة على المناطق الداخلية سجلها فيما يخص الولايات الجنوبية باستثناء الولايات الساحلية نسبة الرطوبة تبقى دوعا معالية تقارب إن شاء الله حوالي 65% مع درجات حرارة قصوى تبقى دائما مرتفعة خلال يوم الغد على الولايات الساحلية بين حوالي 35 إلى 38 درجة تحت الضل خاصة على السواحل الغربية والوسطى والمناطق الداخلية للوطن إن شاء الله خلال يوم الغد الأثنين وكذلك التولتاء إلى غاية يوم الأربع على الأقل ستتراوح إن شاء الله بين دائما 40 إلى 46 درجة تحت الضل كما شفنا حسب التنبيه تقريبا على أغلب المناطق الداخلية للوطن وحتى بعض الولايات الساحلية قد تصل إلى 40 درجة تحت الضل تحديدا كل من مستغانم كذلك على جيجل بيجاية وأيضا تيزي وزو لمدية البولايدة هي الأخرى تعرف درجات حرارة جد مرتفعة فيما يخص دائما ميلا سعيدة أم البواقي باتنا خنشلت بسا قال ما تعرف وسقه راس أما الولايات الجنوبية فدائما بين حوالي إن شاء الله 45 إلى 47 درجة كعلى مقياس تحت الضل خلال يوم الغد بالوادي ورقل المغير ولد جلال كذلك على تيندوف أيضا بأدرار وإنصالح أما على غردايا بشار بن عباس كذلك إليزي جانت إنعميناس ستقارب 41 درجة وكأدنى مقياس خلال يوم الغد إن شاء الله على ولاية تامنرس في حدود 35 درجة للإشارة لولايات الجنوبية سيكون فيه تطاير بعض الزوابع الرملية خلال يوم الغد الاثنين بإذن الله عن توقعات حالة البحر فسيكون إن شاء الله قليل الاستراب بلا مصدرب خاصة على السواحل الغربية والوسطى خلال يوم الغد الاثنين وسرعة الرياح قد تصل حتى 50 كم في الساعة 40 كم في الساعة للسواحل الوسطى والشرقية للوطن وسرعة الرياح ستقارب سرعة إن شاء الله 40 كم في الساعة إلى 50 كم في الساعة رؤية دائما متوسطة اتجاه الأمواج غربي تماما وعلو الأمواج بين أقل من المتر إلى المتر ونصف وحرارة مياه البحر ستقارب 24 درجة وإن شاء الله إلى غاية يوم الخميس البحر سيكون جد مضطرب تقريبا على أغلب السواحل الوطنية إذن مشاهدين الكرام خلال يوم الغد الاثنين تستمر موجة الحر مع تسجيل تساقط أمطار عادية على المناطق الداخلية وكذلك السواحل الوطنية بإذن الله أشكركم على كرام الإصغاء والمتابعة والعودة إليك إحلامي جزيلا شكر لك على كل هذه التفاصيل وسنبقى دائما مشاهدين في ذاتا السياقين أصدرت وزارة السياقين